الذي فاته صلاة تمام أو نام عنها فاتته صلاة أو نام عنها يتحدث أو يسأل عن كيفية إدراكها إزاي يدركها لأن أحيانا يسأل البعض ويقول له خلاص أنت نيمت عنها مثلا النهاردة مثلا نيمت عن العصر والمغرب والعيشة تعالت اليوم بقى يصلي مع العصر مع عصر ومع المغرب مغرب ومع العيشة عيشة مجر منتشر ودي الشائعة ودي خطأ طبعا خطأ طبعا طبعا خلف الهدي سنة نبي نجي يا دكتور محمد نوضح مرة ثانية زي ما حدك وضحت كده السؤال فاتت المسلم صلاة أو فاتت المسلمة صلاة فمتى يقضيها أقبل الصلاة الحاضرة ولا يقضيها مع الفرض الموافق لا في اليوم الثاني زي ما الدكتور محمد شارب مثلا فاته فاجر يقول لك أصليه مع فاجر اليوم الثاني فاته ظهر يقول لك أصليه مع ظهر اليوم الثاني عاصر وده الشائع جدا قلته هو خطأ ومخلف لهدي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ليه الصواب يا دكتور محمد زي ما بتقول الصواب إذا فاتتك صلاة عليك أن تصليها أولا فليصليها إيه ذكرها أحسنت يبقى عليك أن تصليها إيه أولا ثم تصلي الصلاة الحاضر ثم تصلي الصلاة الحاضر ما قلتش تصلي الصلاة الحاضر أولا طب بولا كنت مسافر وجاي هبطان وتعبان فبقى أم صلي بقى اللي موجود والبقى بقى الجده البكرة ووزهه على الأيام بيجاده للصلاة يعني ما هي دي فاتوة زي ما أقوله بتاع مش البعبحاني ده بتاع البعبحاني فاتت ولحظ لك إزاي ده أنا ما تنفعش لا طبعا أصليش فيها دكتور محمد عملية الاستحسان العقلي في المسائل دي الله يبرك في عمرك أو المل إلى الهوى أو الراحة ولي عنان الأدلة هذا ما لا يجوز على الإطلاق بل ربما يأث من الإنسان ما احترامي إذا أشعى ذلك أو نقل ذلك ولكن الصابع يا دكتور محمد يقول إذا فاتتك صلاة إذا فاتت المسلم صلاة إذا فاتت المسلم صلاة فليصليها أولا ثم يصلي الحاضر خلي بالك من دي جدا يا دكتور محمد ثم يصلي الحاضر مره مقدمة على الحاضرات أهى ولا يجوز التأخير ولا يجوز التأخير خلي بالك ليه؟ لأن زي ما أنت قلت كده يا دكتور محمد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاتته صلاة فإنه يقضي تلك الصلاة مع الفرد الموافق له في اليوم الثاني في اليوم الثاني يعني قلنا لو لم يصلي فجر أو ظهر أو عصر أو كده بيجعله موافق مع الفرد الثاني الفرد الموافق له في اليوم الثاني وقلت لفضيلتك ده خطأ بس قلت لك مخالف الهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعل القولي والفعل مخالفي الهدي القولي والفعل وأنا عايز تركيز فيدي جدا طيب يعني إيه مخالف للهدي القولي والفعل إما أجل هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي أقول لك إيه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ما قال شيء فليصلها في اليوم الثاني بعد شبيهتها أو الموافقة لها لا أبدا فليصلها إذا ذكرها وخلي بالك من نقطة حتى يعني اللي بيعمل أنه بيفهمه كذا لو أني إنسان يا دكتور محمد فاتته صلوات قال لك خلاص أصله بكرة الظور مع الظور العصر مع العصر إلى آخره ومن أدراك أنك تعيش إلى الغد هذه لا تدريها لكنك ستحاسب على هذه الصلوات هل هذا عذر لك أنك قلت سأصليها وسوفت لا على الإطلاق ليس بعذر لأنك أخرتها بغير عذر وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وضح كذا دكتور محمد يبقى هذا الدليل قولي يبقى هذا الدليل أيوة يبقى خالف هنا الدليل القولي القولي قولنا له إيه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا إيه ذكرها خلاص كذا يا دكتور محمد ولم يقل صلى الله عليه وسلم فليصلها في اليوم الثاني خلال لك يا دكتور محمد إذا جاء وقتها بل قال فليصلها إذا ذكرها نيجي بقى للهدي الفعلي يا دكتور محمد الهدي الفعلي يعني النبي عمل كده طب نيجي نشوف النبي عمل إيه لما فاتته صلاة بنقول لعذر مش فاتته صلاة لغير العذر لا لعذر نركز مع بعض جدا بنقول حين فاتته الصلاوات في يوم من أيام الخندق يعني فالحرب هو عشان الناس لبت يعني نقول العذر هو وعذر ايه العذر كان حرب ده حرب تفتال واي حرب من أحزاب ما هو التاني ممكن اقولك ان كنت بجاهد على السرير كنت نايخ خدت الحضرتك زي بقولك ده جاد وده جاد جاد من هي ابني وذلك قولها وهنا نريد تحرير القدس يا ابني حرر نفسك من السرير الاول وبعدين حرر القدس معاه دكتور محمد المهم حين فاتته صلى الله عليه وسلم الصلاوات في يوم من أيام الخندق حصل ايه دكتور محمد صلىها قبل الصلاة الحاضرة صلىها قبل الصلاة الحاضرة ازاي يا دكتور محمد بنقول الاول قبل ما نقول ازاي بنقول بما ان النبي ام يصليها قبل الصلاة الحاضرة كان فاته يا دكتور محمد الظهر والعاصر ودخل على وقت المغرب لذلك صلى الظهر وصلى العصر ثم صلى المغرب صلى الله عليه وسلم هذا فعله ده فعل صلى الله عليه وسلم وده اللي دعه لأن الإنسان يصلي الفاتة ثم يصلي إيه دكتور محمد الحاضرة طب خلي بالك معي جدا صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول أن النبي أمر بلالا أمر بلالا يقيم لصلاة الظهر فأقام فصل ثم أمر أن يقيم لصلاة العصر فأقم فصلى ثم أذن للمغرب هنا أذن ليه؟ للمغرب ده الوقت الحاضرة يا دكتور محمد بقى ده الوقت الحاضرة يبقى يؤذن ويقيم نعم إنما ديك إيه؟ أقام فائت أقام